ليلة الحنة أنا على نفسي وكوش ودخيل أنا ممكن أتكلم في ليلة الحنة يعني ليلة الحنة اللي هي الليلة اللي صابح فيها الفرح تاني يوم فجالي كلام من بنات على على اللي بيحصل في ليلة الحنة المتعرف عليه أن ليلة الحنة هي ليلة البنت مع عائلتها وقريبها وبنات عمها وخلاتها وصحباتها والكلام ده وليلة توديع العزوبية بقى وخلاص ورحين يلا خلاص هيتلحط قابلها كلمة مدام أو مدام انت بخير فالدنيا بخير يعني المهم فكانت بتبقى قاعدة لطيفة بتجمعه مش عارفة بيبقى لو الأم عاملة أكلة بسيطة والهدايا بتيجي بقى للعروسة في ليلة وكلام ده وهي لابسة حاجة جميلة في وسط صحباتها ووسط أهلها البنات ووسط قاعدة كلها نساء اللي بيحصل الأيام دي مش كده وبعدين جايبين لي سواء طبعا استحالة أعرض صوري يعني ولا استحالة أعرض اسكرينات ولا الكلام ده وأنا أقول لكم أنا بتاع مش عارفة في 500 ألف جروب جروبات البنات والنساء والرجال والله لكن خلينا نقول إن اللي تعرض وهم مش سمعيني هوق قاعدين وسمعيني وعارفين أنا هقول لهم نهاردة الكلام ده وهم اللي طلبوا كده صراحة إنها ما بقتش الليلة اللي بتقدي كده كان الليلة زي تبقى ليلة استعراض أنت من حقك تفرحي أنا عايز أقولك يعني من حقك تفرحي في ليلة الحنة وتعمل لي أنت عايزها لكن البهراجة الشديدة دي طلعلنا الإسبانية ورنبا ومش عايزة أقولي الكلام يعني مش عايزة أقول بس انتوا عارفين إيه اللي بيحصل يعني إنك طلعة مش عارفة أنا لابسة إيه وبتاعه وبعدين أنا لابسة السار الهندي وبعدين أنا لابسة كذا وكل واحدة يعني لا لا مش كده يعني أنا لو هما إحنا يعني سمعوا الاقتراح ده أنا قلت لهم عجروبا هولهولكو دلوقتي عشان يبقى تعم الفائدة والنفع يعني يعني أنا أعمل تسريحة وكوافرة وقفة اللي مش عارفة للجالية الفلانية أو البلدة الغربية الفلانية وأنا بقلدها إما فرنسية إما إسبانية إما إيطالية وكلها باللبس بتاعهم أو الهندية أو كذا يعني أنت والله أنا عايزيني كنتي يعني أنا عايزة ماجهة شوفك أنت من حقك تفرح تعملي اللي أنت عايزها طالما هو في المباح مفيش أنا ما بقولش ده مش مباح لكن أنا بقول بلاش يعني بلاش نطلع قوي يعني بلاش تبقى الدنيا كده حتى لو معاك ومخضرة مالية وحتى اللي أنت أصحابه وفي أمر شرعي ومش هتلبسي مثلا عورة من المرأة للمرأة لأ ودنيتك تمام واخدين الموبايلات واخدين الموبايلات علشان التصرف الليلة دي صعب جدا وكل الكلام أمان 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 تمام لكن يعني فيه أفضل من كده يعني أنك هيبقى بصي سيشن بكل جالية من الجالات أو كل بلدة من البلدان اللي أنت عملت كده يعني الأسبانية هي أنا والفرنسية هي أنا يعني بنعيد الأفلام مش عارف صراحة يا نزا عارف صراحة والأمر ده أنا أدعو بناتي وأدعو كل فتاة يعني يعني تحب الوساطية في كل شيء هو مباح أوكي أنا ما بتكلمش أنه هو كده ولكن مقفر قوي وفلوس يعني فلوس كتير قوي كان ممكن تبقى الفلوس دي تتحط في حاجة تانية أو يطلع بها خير تانية أو تفرحوا نفسكوا بيها تعالوا الملظيف مثلا يعني كان فيه أمر تاني يبقى شكله أشك من كده يعني لكن بالشكل المبهرج قوي ده صعب جدا معه شوف أنا بقول دوابط العورة من العورة للنساء موبايلات لأ موبايلات لأ تسجيلات لأ الليلة دي صعبة جدا وطبق حاجة بسيطة وكان فيه اقتراح إن احنا نسعد يعني صاحباتي والكلام ده مش عارفة إن هنعمل جلسة معرفش إيه حنا هنعمل معرفش إيه للضوافر هنعمل إيه اللي باكم جلد والحاجات اللي بيعملوها دي يا التمام يعني حاجات فيها نافع وبنفرح مع بعض أو كده كان ممكن يعني فيه اقتراحات كتير لكن الأفورة بالشكل ده صعبة أو يا بنات ويا ريت ما نوصلش للليفل ده كان أبوكي اللي شايل الليلة أو إن كان زوجك وكان عاجبه الأمر وعطيك أو إن كان أنت ملك الخاص أولا يروح في اتجاه التاج بلاش بلاش يعني نكسر السقف يبقى عالي كده يدعو الله تتقبلوها على خير مع إنها مباح زي ما قلتلكم